خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب عبر تقنية المناظرة المرئية قال رئيس مجلس العموم البريطاني السيد لينت ساي هويل أن المغرب يشكل منارة للاستقرار بالمنطقة ويكرس الأمن والسلام وله دور كبير في محاربة الإرهاب والتطرف وأكد السيد هويل على أهمية التعاون بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب وتكريس الأمن والاستقرار مشيرا إلى أن انخراط الشباب والنساء في العملية الديمقراطية يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الديمقراطية من جهته شدد السيد الملك خلال هذا اللقاء على حرص المجلس على تقوية البعد البرلماني في علاقات المملكتين بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والملكة إليزابيث الثانية وأوضح أن البلدين يتقاسمان قيم الحرية والتسامح والاعتدال والتنوع ويواجهان تحديات ذاتها المرتبطة بالأمن والهجرة والاختلالات المناخية والصحة وغيرها